السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام محببا بكم معنا في فيديو جديد كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم لبطبوط مع امر ولكن ما كنقولوا له لبطبوط بشي ما احنا غا نديره بلي كفتا الى كنت هدي اول مشاهدة لكم القناة كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بس دائما توصلوا بالجديد و الى عجبكم لا فيديو ما تنساش تدلو لي نجيم وتبرتجي والوصفة مع الاصدقاء والاهل والاحباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الوصفة مع المقادر ان شاء الله لغادي نبرتجي معكم اه الكل كيعرف الخبز اللي بتبوط كيفاش يتعجن وحتى الحشوة دياله كتكون على حسب اي واحد والرغبة اللي بغا يدير فيها ولكن المشكلة اللي يعاني ومنه الاغلبية للسيد تخص المبتدئات اه ان الحشوة كتخرج ليهم من العجينة من اللي كي يقرسوه ومن اللي كي يطيبوه وتبعوا معنا في فيديو الاخر باش تعرفوا الاجتماعي او الطرق باش تنجح تنجحوا هات البطبوط من اول اه تجربة لكم وان شاء الله والاكيد ان هو غادي نجح معاكم اه بهات الطريقة اللي غادي تشوفوه في الفيديو اذا على بركة الله نمرو للطريقة مع المقادير اذا اول حاجة هي العجينة العجينة غادي تعجنوا اي نوع ديالة بطبوط لكي تعجنوا في الدار انا درت الدقيق الكامل او الدقيق ديالة الخميرة اه الطريقة العادية اللي كان عجنوا بها البطبوط لدينا اللي بغايد دير الفورس او الدقيق الابيض بوحده يديرو اللي بغايد دير الدقيق الاصفر او الفينو او الدقيق القمحي يديرو اه اي نوع ديالة اللي بطبوط را غادي نجح لكم في هاد الوصفة هاتي. غادي ندوب الخميرة ديالة العجين تقريبا عشرين قرام ديالة الخميرة وما يعادل معلقة كبيرة. غادي ندوبها في الماء وغادي نخويها الى الملحة ديالة وغادي نجمع العجينة بالماء لما يكون شوية اه ماشي يكون شوية اه ماشي ماشي دافي يكون غايا شوية مهرس با بشوية ديالة المسخون ما برد ما يكونش ديالة الروبية ديالة وقتك يكون برد بزاف. وغادي نجمع ملي نجمع العجينة غادي ندير لها تقريبا ربع كز ديالة زيت زيت زيتون او آآ جوج مع القبار. غادي نغطي العجينة ديالة وغادي نخليها ترتاح. غادي نجي الحشو الحشو بدرت فيها بسلة كبيرة. أنا شلط هفد الماكينة هاتي لما ينطفرش عنده الماكينة وغادي ندير معا جوج دروس ديالة وغادي نديرهم في مقلاد ندير لهم زيت زيت نباتية او زيت زيتون اللي بغيتو. وغادي نحط نحط المقلاد ديالة فوق العافية تشحر لي هاد البصلة مزيين. غادي نجيب غادي نجيب الفلفل احتى هي غادي نقطع ديالة فوق العافية اغا نجيب غادي نجيب آآ الفلفل ديالة وغادي نقطعها الى احتى هي آآ قطاع صغيرة. غادي نشحر مزيين آآ البصلة ديالين بعد اغا عاد باش ننضيف عليها البصلة الفلفلة آآ الخضران بعد غادي ندير فلفلة حمرة احتى هي للتوفرة عندكم. وغادي نبقى نخلطه آآ الخالط ونشحره مزيان من بعد غادي نضيف عليه آآ الكفتة حتى هي خاصة تشحر مزيان ما خصناش نضيفه الماء نهائيا هاد الحشو باش جينا بنينة و جينا لديدة وحتى آآ العناصر اللي في هاي طيبه مزيان خاصنا غادي نشحروها ونضيف العطرية ديالنا ملحة ابزار آآ كمون آآ شوية ديال كوركم او الخرقوم وغادي نضيف آآ وغادي نضيف آآ العطرية ديال ديال الحوت هادي كتجيب نينة في الحشوات جيبوها من عند العطار آآ تجيبو خمسة درام ديال العطرية ديال الحوت را غادي تديكم مش حال وغادي نضيف آآ مع الدنوس والقزبور وغادي نضيف عليهم شوية ديال الزعتار غادي نجيب الحشو ديالي وغادي نخويه آآ بشي تبصية لباش يبرد لي يضغية ونمر العملية ديال انني نعمر البطبوت ديالي بهاد الحشو. الزعتار غادي نجيب الحشو ديالي وغادي نضيف فيها اجل الزعتار ضيعترد يبنتر له بشي تبصيح نضير كرة صغار على حسب الحجم اللي بغي يجوه اللي بغي يدير البطبوت اللي هو مطبوط سطرة غيدير لغا يدير ميني بطبوت رغا يديروا فيه اللي غا يدير بطبوت لهو العادي ديال نادي كان عفوره يمكن انه يدير ماشي مشكل في الحجم ديال الحجم ديال البطبوت مكيشكش لي ناحية مشكل في هاد الوصفة هادي من بعد غادي نغطي العجينة ديلي ونبقى نجباد واحدة بوحدة. اذا الطريقة اللي هي خاصكم تركزوا عليها هي هادي اللي غادي تنجح معاكم اللي بتبوضي لكم من اول اه من اول مرة من اللي كان نطلقوا الكرة اللي اولا من اللي كان نطلقوا الكرة ديالنا او العجينة ديالنا ضروري الوسط يكون غليط كما كتشوفوا ضروري الوسط نخليوها غليط ما نقيسوش ما ما نرقوش لل الوسط كان نرقو جناب الجهد اللي غادي تسد لنا على الحشوة ديالنا ضروري تردوا لبال اه على هاد النقطة هادي حيث هادي هي الركيزة لش حالو انا كنت كنقلب على هاد الفكرة هادي حتى لقيتها ومنهار اه منهار بديت كنديرها معمر الحشوة ديالي خرجت ليه من البطبط كي يجي في فن وكي يجي زوين وكي يجي من فوق كما غادي ضروري الحاجة التانية الحشوة تكون باردة را ما نجيبوش الحشوة تكون سخونة ونحطها فوق العجينة العجينة تسخن وتلصق لنا في في الطاولة ديال الخدمة ضروري الحشوة نحطوه وخا نحطوه في اللي جاي لكنها مزروبين كنسد العجينة ديالي وكنخليها ترتاح غادي نمر لوحدة اخرى نوريها لكم نفس الشي كنحاولو نضغطوه على الجنب كنخليو الوسط اه غلايض ضروري نخليوها غلايض هادي هي اللي هادي الفكرة اللي اه شحل من واحدة كتتحفز المشكلة انها كترقق البطبوض يلا هادي من اللي كتعمر وكتبقى تبغي تضغط عليها كتخرج لها الحشوة من الوسط اذا ضروري الوسط نخليوها غلايض لان من اللي كنخليوها غلايض ومن اللي كنسدو الفوق من اللي كنجمع العجينة في الوسط كتجين الفوق غلايض هدا شيء طبيعي كتعرفوا هاد القضية من اللي كتكون غلايضة ولتحت كنخليوه غلايض كي جيني واحدة التوازن بين هم من اللي كنجي نقرص ما يبقاش حندي مشكلة وخان ضغط عليها كي يقولي ليها قد للتحت قد للفوق كما كتشوفه الافوق يكون غلايض ومن اللي كنكونو دجل تحت خليناها غلايض كيعاولنا من اللي كنقرص العجينة بالبطبط دياله باش نطيبوه ما كيبقاش يخرج لنا الحشو نهائيا. اذا سنمر المرحلة الطيب. سنسخن مقلة فشن طيب اللي عندها المقلة التقيلة رامزيانة لما عندها تستعمل مقلة الطيفال او مقلة اللي ما تلسقش تكون نوع الغليضة حتى هي كالجهزوينه. كتشوفوا دبا من اللي كان جي نرقق هانتوا من اللي كان جي نرقق نضغط شوية وكن نحاول نضغط على دك الوس اللي كيكون لي كيكون غلايض. من اللي كان ضغط على الوس الجنب اصلا ما كان حتاج نضغط عليهم بزاف لان هما اصلا راهوا رقاق ما كان حتاجوش نضغطوا عليهم. من صافي ما تحاولوش تضغطوا بزاف. ودقيق دايما ترشوا دقيق هكذا مرة جوج صافي كتحطوها في المقلة. هانتوا ما كما كتشوفوا راه وخدوك تقيبات ديال اللي كفتا وما اللي تقبل العجينة راه وخهاك راه تنفخ لبضبط وجا خاوين من من الوسط مع الحشو ما جانيش مع الجن وما غاديش يجيك مع الجن به هات الطريقة هذي اللي كان نقول لك انا عليها. ورغم اني خليت العجينة فاتت لحقها في التخمارة راه تخمارات لي اكترى ما لقياش ومع ذلك راس دق صدق لبضبط وما خرجش لي الحشو من الجن. كما كتشوفو ديك دك لي دام لكي خرج راد يلا كما كتشوفو الكفتا كانت غليضة يلا تقبلت لبضبط ولكن راه كيجي غزان. كنتمنى انكم تجربوه بهات الطريقة اللي قلت لكم عليها غادي يستق ان شاء الله معكم من اول آآ من اول تجريبة. وكتبقى التقرصي والطيبية تقرصي والطيبية تتسالي اللي بتبوط ديالك. هانتو ما دايما كنرشو شوية ديالتقق وكن حاولو اه كان حاولو نرقوها ما ما نضغطوش بزاف من بلاصة واحدة. ضروري اننا نعقوه بالتوازن اللي كترقي اللي بتبوط رقي كترقي كترقيه بتوازن من كل بلاصة كتعطيها حقا. صافي هو اللي بضيالنا آآ وجد. آآ قادي نحلو لكم ملوس باش تشوفو كيكي يجي. وكتقدموه لوليداتكم بصحة ورحة وممكن انكم تديروه في الفريقو تديرو كيميا وديرو في الفريقو تبقى وتسخنوه وقت ما محتاجيتو كي يجيز بينو الحشوة آآ بدعو فيها كي ما بغيتو ديرو الحشوات اللي بغيتو ممكن ديرو لادان ديرو الحوت ديرو الخضراء بوحدها ولكن تشحروها بلا ما ضروري انكم ترعيو ان الحشو ما تديروش فيها لما نهائيا يبغي دير شحمة تايا كي شجي فيها بنينة آآ وماتنساوش اللي عجباتكم الوصفات آآ تبرتجوها مع الاصدقاء والاهل ديالكم ولعجباتكم ديرو الجيملا فيديو آآ فضلا وليس امرا آآ وإلى وصفة اخرى ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة